موسيقى من الأمس السحرية كما جميعا حلقة جديدة من اللوف وذوق عملنا كوبايد الشاي المتينة الواحد يصحى كذلك كما رأيت في العنوان اليوم سأكل برجر نعام النسكولام لا تأكل لحمة في العيد نحن سأكل برجر نعام هذه ستبقى أول تجاوبة له في مطبخ تريباً في هذا الموضوع برجر سنتفاجئ كلنا لا تجد أن نرى موسيقى طلعت برجر عشان يفك شوية قدامنا التعربع ساعة كده انا جدت شراحتين بصراحة عشان ايه مش وصل في قدراتي فأيجي قلت لو واحدة ببسط نستعمل التانة طبعاً هو برجر تحس ان هو ايه فك كده فوج فاتس كتير اللي عملنا عم كده كده معروف هو حتى الناس اللي ببيعوا حاطين معاه شوية فول ساعة كده عشان يخلوه تكسر بتاعي الأظريف يعني لحدنا برجر يفك تعالوا بقى ايه نحضر شوية الحاجات اللي هتبقى عليه بقى الطماطم والخص والحاجات هنقدق بالطماطم الشريحتين حلوين كده ده اول فشهة لجماعة الطماطمية قطعناها بالطول ونقطع بالعرض الحمدلله تلا جاءت تاني مرة ست البيت الشاطرة بتعرف تقطع الطماطم من اول مرة تاني حاجة هي الخاص تمام بضع اوراط من الخاص هتبقى كفاية ثالث حاجة الجبن الشدر والمخالة بس المخالة هنقطعه ازغر من كده شوية حجم الخيارية كبير شوية هنصغرها عن كده شوية عندنا كل مكونات البرجر دلوقتي ناخد بقى شاي جاهزين حط شوية الزبدة ونشعرف دورك فيها ولا لا بس نشوف كلها جدا الخبراء الطبخة اصدقائي قالول ايه لازم الزبدة تبقى صفنة جدا ونحضف ايه البرجر ونجي بعدها ونجي ونستعدين اكما هم طيب عشان كبيرت حققت الزبدة فبتحيلك فاكده هنستنى اربعة دقائق وانا اللي بناخل ثالث طيب وعد ثلاث دقائق انا بفكر ايه يا جماعة قد كو النار لدي شوية جماعة انا بحاجة التطعم يا جماعة سيبكم ان الشكل المحروف ده انا بحاجة التطعم لا بس سيبكم ان الشكل ده الريحة الكيسة ريحة حريقة ما اولوكوش طب يا جماعة وكده عدى قرمصة اربعة دقائقة نشيلها بقى فاكل طيب زي ما انت شاهدنا يا جماعة هي مرهقة شوية بس بعد شوية هتفوق يعني دلوقتي جاد لحظت الحقيقة يا جماعة هنجرب ونشوف العيش الجميل برجر ثم الطماطم واخيرا نقل خيار المخلق يلا بين ده شكل البيب من جوه حال وقت وشوية عارب بس يعني انا بحاجة بقول داند فا طعمه بغض نزع تسويه زياده بس طعمه قوي انا برجر طلع حلو بالنسباني فهيحط لكم اللينك بتاع الصفحة اللي جبت منها على الفيسبوك اتخد اسم مصرعة نعم مصر حاجة زي كده سعر سعر الـ 2 برجرس دول يبقى خمسة وستين جنيه تقريبا حاجة في الرنج شرحتين ده بالنسبة للساء الطعم بصراحة الـ برجر ثيك يعني تبقى اللحمة كده طعمه شبه ايه طعمه شبه الـ برجر العادي بس تحس اللحمة كلها يعني الثيجنز بتاعيتها كده انبصوا تتلاقي اللحمة مفيش فاتس كتير فتعم اللحمة القوي كده حلو انا بسوط به صراحة هم بيبيعوا الـ برجر ده متاب الجهز ومحطتش ايه حاجة ومحطتش ملحف الفل حتى محطتش ايه حاجة بصراحة تقفيم الـ على ان امار رخوش بابها كمان على حاجة جديدة امار رخوها كنت مقلع صراحة حاجة جديدة تستطيعوا وتتجربوها فمش عالي متاسعة ودعش بالنسبة لي هحاول اسوي الـ برجر الثاني بطريقة مختلفة شوية هحاول محربوش مرة جاية هستشير بعض الزمله في البيت عندنا ونشوف هيفرق في اين طب يا جماعة دي التجربة الرخم الاثنين هنحاول مرة تانية مطبخ جديد ستتب جديد يمكن ربنا اكريمنا ان شاء الله هنحط بقى ايه شوية زيت المراري في الهيزين حاجة بسيطة كده اوه طبعا ايه ست البيت الشاطر يا جماعة توزع الزيت كده بسطنية هنحط لنخط تانية هنحط لنه قاعدنا شوية من مرة بسيطة هنحط تعيش بقى ايه محميسة خفيفة كده اوه طيب احنا نطلع برجر جماعة خلاص جبنا ساحة اوه طبعا ايه العشة محميسة الجميل الطماطم تيار بنخلل ناخد الرفاية ده كده اوه خاصة الجميل كده بقى عندنا ايرمع احلى سانداويتش برجر نعام في مصر مرة دي ده ايه شاكله من جوا شاكله ايه اطرق مرة افتت شوية متحرقش اوه مرة دي مننا تعالوا ندوه بقى ايه اطرق تانية مرة دي نعم حلو مرة دي موضوعنا السوى الاقل زبط واكتر بكده بقى اطاري جميل نفس التسطن قوي استنى يا جماعة في كومنتات تجربتك لأي انواع برجر غريبة كرتوا بكده ابهرونا طب يا جماعة ده كان فيديو النهاردة بساطة جدا بالتجربة تجربة كده بالنسبة لي اللي عايز يجرى برضه نفس تجربة يقولي يبقى يقولينا في كومنتات كده الدنيا ماشي في عايز ازاي كنت معاكم موهندن مصري دفوا دو شوفوا حلقة الجادة يا جماعة ننسى الحطة الخاصة يا جماعة انا متأكد ننسى حاجة برضه احنا اسفين يا ماما والله الجماعة ميت مرة لكومن نستعملش الحاجات الميتة دي مع البتاع دي لازم حاجة ننسى الحاجة انا اسفين اماما